انا قيت انا قيت واضح اني متحمس الحلقة الخميس من الحين اعزائي المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشوق كثير والشوق كبير للامانة ثمان ايام يعني عنكم ما طليت عليكم عبر شاشة قناة الواقع والكيان العظيم هذا ارحب فيكم ومسي عليكم بالخير وادعولكم من صادق قلبي ومن اعماق قلبي للناس اللي عندهم اختبارات هالاسبوع عسال الله يوفقكم ان شاء الله ويتمم لكم على خير ويرزقكم الشي اللي انتم تتمنونه قولوا امير ارحب بالشيف ابو علي تعالي ابو علي عندي هنا من اشتاقلك جدا الله يبارك فيك شو انصحتك كيف حالك كيف الشوق يا ابو علي والله منور ما شاء الله عنك الله يسعد هالوجه الشوق طبعا بزيد الاشتياط لا بعد روحي ما تشتاقل للي يشتاقلك ارحب بارك الله محمد ورحب بمشعل العنزي طبعا هم اللي احضروا بدري باقي معنا عبدالله شليهي وسياه في الحارتي من الفريق الاحمر ايضا طبعا اليوم طبختنا من المطبخ التركي على قولة ابو علي اللي هي طبخت ابو علي داود داود باشا داود داود باشا من المطبخ التركي راح نشوف ابداعات الشباب وهل عندهم خلفية عن المطابخ التركية والطبخ التركي ولا انهم من الرز والكبسة وجاي ابو علي طبختنا ابغا السر اللي خلاك تختار الطبخة هذي اليوم ليش ما في سر والله توفر المكونات جميل وطبخة سهلة وسلسلة ومعروفة بالمطبخ الشرقي يعني هي موش يعني مختصرة على انه تنطبخ عند الاتراك لا بس تنطبخ بسوريا بتنطبخ ببلاد الشام بس اساسها تركي يعني اه توقع انه اساسها تركي طيب هل هي تعتبر طبخة تاخذ وقت طويل لا لا ما بتاخد وقت هي عبارة عن لحم مفروم بيتكور وبينشوها شوي بالفرن وبعدين بينزل على تكشينة الشباب اللي بدون يسوها والبطاطس المقطع وبتنطبخ مثل المرقوق لا اي طبخة مثل البامية لان المرقوق ما قد طلع مرقوق هنا فكنا يا ابو علي طبخة تطلع بالنهاية فعلا هي نفس الطبخة اللي انت بغاها طبعا بانتظار الى الان سياف الحارثي وعبدالله شلهيب نذكركم بهاشتاق اليوم سكريبت اربعة واربعين نبغى تفاعلكم سواء عن الطبخة بما انها من المطبخ التركي يعني او تفاعلكم للشباب كنصائح وكمعلومات وكا اه اه يعني اثراء لنا حنا واثراء للمشاهد زائدا اسمه المتسابق يعني بالعادة حنا متعودين اسمه المتسابق يكتب الحالة بالهاشتاق ولكن خلونا نغير خلونا نشوف صور الغد اليوم صور قهوة العصر الحين الحلاء طلعتكم اللي رايح يتقهوه برا اللي رايح يتغده برا علشان يكون حتى التاق جميل وفيه تغذية بصرية اه نبدأ يا ابو علي نشرح شوي عن الاكلة ايه نبغى نشرح للمساعدين على بال ما يجون الشباب او نبدأ دام كل فريق حاضر منه واحد اول شي نسلم على المشاهدين الكرام وعليكم جميع الاكلة داود باشا عبارة عن تعتمد على اللحم المفروم اللحم المفروم راح نتبله بالبصل والملح والفلفل الاسود جميع فقط ويحبز انه يكون فيه عرق باقدونس بسيط هذا شرح للمشاهدين ولا للشباب يبدأ نسجله جميع سجله 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 اللحم المفروم راح نقول المكونات اول حاجة اللحم مفروم صلصة طماطم طماطم بصل ثوم بطاطس فلفل رومي وعندي رز على طرف راح نطبخ معها رز ابيض وفي ناس بتسوي رز بشعيرية احنا راح نسوي رز ابيض سادة اول مرحلة راح نتبل اللحم انتبله بصل مفروم بالسكين ناعم مع ملح وفلفل اسود جميل يتبل اللحم بالبصل بالبصل المفروم ناعم والملح والفلفل الاسود ثم يكوّر الى كوّر ويوضع في صينية الفرن اللي هو اللحم المفروم اي نعم بصير كده كوّر كوّر بحجم طابط البيمبور واصغر شوي نسوي كوّر كوّر صغار ايه الان انا انا بعطيك حجم الكورة ما في المشكلة طيب وتنحط بصحن مدهونة بزيت شوي مدهن صحن الفرن بقليل من الزيت ومنصف الكوّر بصحن الفرن ومندخل الفرن بنعطيها شوية سريعة ما تتعدل عشر دقائق كيف حالك سي يا أخي الله يبارك فيه الله يسأل مك يا رب شويناها عشر دقائق سجل الوقت طيب مفروم بملح ملح في المفل أسود وبصل مفروم طيب كده خلصنا من اللحم طلعناها بعد عشر دقائق نقطع البصل الثانية ونحمسه على زيت حار مع حبة الطماطم والسلصة والثوم والفلفل الرومي كده صار عندك كشنة نقطع البصل نقطع البصل ونحمسه على زيت حار بالقدر ونضف له التوم التوم المفروم وبعدها الفلفل الرومي والطماطم هنا نضيف لتر ماء كوبين ونصف ماء أو لتر بالمرحلة هادي أثناء غليان الطبخة هادي بقشر البطاطس وبقطع له مكعبات كبيرة بطاطس مكعبات مكعبات كبيرة خشنة شوي وبضيفها على المرق العميغ لي جميل أول ما بتستوي البطاطس أول ما بشوفها أنا استويت باخد اللحم اللي شويته بالفرن وبنزله على الطبخة بس أشوف استواء البطاطس صح؟ ايه؟ بعد استواء البطاطس يضاف اللحم المكور والمشوي بالفرن يضاف على الطبخة يضاف موين أبو علي؟ على البصرة على الطبخة طبخة واحدة عنا بس يعني ما أحلاه نحطوا الكرات على اللحم على الرز بالطبخة اللي عم تغلي وبنتركها عم تغلي حتى تتكاسف وتربط مع بعضها صح؟ وتتعقد بيكونك أنت طبخة الرز أبيض على طرف والأكل هيك بتكون جاهزة والرز طيب؟ حبيت إذا تسلق الرز تطمخه لحاله ايه؟ ايه؟ الرز بالحالة؟ حبيت تصب صحن الرز وتحط عليه داود باشا شوي من الوجه؟ أو حبيت تصب صحن داود باشا لحال وصحن الرز لحالة؟ على كيفك؟ يعني لك الخيار الخيار عندك؟ جميل ايه؟ 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 بحرات مشكلة هذي؟ فهمت سيئة لا، شو بدك بالبحرات؟ ايه؟ من الأفلفل أسود وملح بس يعني بإمكانك تحط مثلا شوي كزبرة شوي كمون بس، الأكلة ما بدها بحرات كثيرة ايه؟ ايه سوال يا مشعل؟ ايه؟ انت الوقت يعني يا ابو علي اللي تشوف كافي وافي للطبخة؟ خمسة وعربعين دقيقة خمسة وعربعين؟ والطبخة سهلة وسالسة وخمسة وعربعين دقيقة شوي ما؟ نبغى طبخة يا ابو علي اللي ايام الجاي تصير خمسة وعشر دقيقة عشر دقيقة هذي عمدرأ سويها بـ بعشرين دقيقة بس الخبرة طبعا حبيب عين طيب التايمر جاهز خمسة وعربعين دقيقة؟ حبيب عيني عطني التايمر مع الشاشة ثلاثة اثنين واحد التايمر بدا يا شباب شدوا حيلكم خمسة وعربعين دقيقة معكم اللي اعيني يا رب موسيقى ونهي المبدع بذاته وبحضوره وبصفاته والجاي يطور حياته دايما سيكرب تلفط دايما سيكرب تلفط يتميز بالموائم ويتحدى في المصاعب نطمح الأعلى المراتب دايما سيكرب تلفط دايما سيكرب تلفط دايما سيكرب تلفط يا أحسب التسعين ليلة بين عدل و بين ميلة يجدد و يشد حيلة دايما سيكرب تلفط طبعا الشارة هذه من صوت الجميل المعد عبد العزيز العصيمي اللي اليوم شرفنا بالكنترول مع الطاقم الجميل محمود وأحمد وعلي وسام القاضي أنتم جميلين جهودكم جبارة جدا شكرا لكم من أعماق قلبي لأن أي نجاح هنا في المطبخ بعد الله سبحانه وتعالى ثم في فضلكم أنتم عسى الله لا يضيع لكم تعب نبدأ حلقتنا باتصال عطوني اتصال خلونا نسمع صوت المشاهد ونسمع الفائدة والنصيحة ونأخذ الخمس النقطة ونشوف من نصيب مين لاتصال جاهز ألو السلام عليكم السلام عليكم ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام سعد الله مساك طال عمرك وعمرك اسمكم من وين سارة من الشرقية يا مرحبا بأهل الشرقية سارة نصيحة فائدة معلومة توجينا لسيحة فينا صح هم في الصلاة ما يتأخرون عنها وعن البس والفاعل المعلومة سورة البقرة أنها تحسن من الحسد والعين يا سلام الله يكتب أجرك ويتزاك خيري الخمسين نقطة تهدينها المين لعبد الله بن محمد استاهل الله يعطيك العابة أفتنسارة من الشرقية لا أنت بأيض الله واجهت خمسين نقطة الأولى كانت من نصيب عبد الله المحمد وما زلنا بانتظار عبد الله شليهي بالحلقة اللي فاتت تأخر تقريبا خمسين دقيقة والحلقة هذه متأخر إن شاء الله خير موجوده يا شباب أنا قاعد أشوف أشكال في التاق شهوني للقهوة وشهوني للحلال الله يجعل عليكم بالعافية والشباب بدوا يقطعون وبدوا الصفخة عبد الله محمد لبيت في ميناء طبعا في تساؤل للجميع أبغى أخذ إجاباتكم فيه طقوسك أيام الاختبارات بما أننا حنا الحين في وقت الاختبارات كيف كانت طقوس عبد الله محمد ووقت الاختبارات هل لكم طقوس معينة في المذاكرة بالنوم بالروحة بالجية بطريقة الاختبار صبق أول شيء الله يتزاهم خير جعل رب يوفقهم اللي عندهم اختبارات إن شاء الله ويسر أمرهم من ناحية طقوس يطيل عمر والله الصلاحة أنا من الناس اللي الاختبارات الدراسة ما أنا بناجح فيها زيادة جدا ولا أنا بذاكر ولا أحب المذاكرة الصدق بس نقول لهم ذاكروا عشان تنجحون لا تخذوني قدوة لا تخذوني قدوة في التدريس طب ليش موش اللي كان ما يحببك بمذاكرة أو بالدراسة بشكل عام والله شفت أنا يا طول عمر الشيء اللي ما هتويته حتى لوش مستحيل لني أبدع فيه لأني ما هتويت الدراسة أصلا حلو كنت يعني يا درس بس كذا بس الحمد لله التي يسرها إن شاء الله وخذت الأول بشرك كرمت على المحافظة الاول الاول ولا الاول من لا والله أول الاول taraf ما شاء الله هذا وأنترك ما تحب الدراسة وأنا ما أحب الدراسة ما شاء الله لو إني ذا كان الأمر على السعودية كلنا наб Sed IC بس والله كرمت من المحافظة ومن المحافظة نفسها خفظت إيش؟ خفظت الخرج من المحافظة نفسها كرمنا تستاهل التكريم طيب كانت نسبتي ولا أقطع كلام من 99.72 ما شاء الله طيب عبدالله موقف راسخ بذهنك أيام الدراسة ما تنساه مستحيل أنك تنساه سواء باختبارات أو بالدراسة الأيام العادية والله الأيام العادية الصلاحة في موقف ما أنساه أبدا اللي هو أي مرحلة؟ ثنوي آخر سنة جميل كنت يطوي العمر لا يلها الله نادوني مدرسين قالوا تعالي عبدالله معك سيارتك قلت قالوا خلاص راح يجيب لنا فطور مدرسين؟ ليش؟ امتأخر عليهم اللي كانت عاملين معه حلو قالوا اطلع راح يجيب لنا فطور كتزيل دولون الطلعات اي وانا اروح اجيب لهم فطور حلو اقسم بالله انهم طالبين مثلا خمسة كبدا نزتة عشرة عشان يمشوني عقبة تونا في الحصة الثاثة ويوم خلص يطل عمر وجيت خطط على السيدان اي خطط على السيدان يعني جايب فطور يعني طالبين خمسة الحمديات اجيب لهم عشرة حلو اضبطهم حلو وعصير برتقال وحركات يوم جيتهم الله يذكرهم بخير قلت ابي اطلع قالوا ونقلع مع اخيك اقهرني هذا عصير برتقال والله اني جايب لهم واطلبوه اقهروني قالوا هذا ابتزاز هذا الله يصر عليهم عليهم يسامحهم ان شاء الله الله يوفك يا حبيبنا سيار كيف كان الطقوس السيارة أيام الاختبارات؟ كانت نفسية والله ليش؟ وانا من الناس اللي محابب نذاكره شش سالفة اليوم كل اللي معنا ناس محبوها الدراسة؟ والله العظيم كآبة عندي وحياة الله يزيناها بس من ناحية الدراسة؟ ابدا؟ لا بس كدر قمت شاطب طيب وش يجل الظرف اللي خليك تكره هالدراسة؟ او وش السبب اللي خليك تكره هالدراسة؟ بالله ما في سبب هذا السبب اللي معرفنا طيب موقف بمانك تكره هالدراسة اكيد فيه مواقف راسخة بذهنك ايام الدراسة او ايام الاختبارات؟ زي ايش مثل؟ موقف باختبار موقف اثنان عام الدراسة بره وذيات؟ برشيم ايات حاجزة؟ برشيم هذه لبد منها هذا الشي مغروغ منه ابي موقف برشيم في قفطة طبعا ما ننصح لنا الغش طبعا ما نغشنا فليس منه ولكن احيانا الشخص يفعل الشي هذا وهو كله ندم وكله حسف على الشي هذا اللي قاعد يسويه عسى الله يتوب علينا وعليكم قلومي انا بعطيك مهارة واتمنى اشتفيدوا منها حلو كنت لامرك اشق الورق اللي عليها الكلام حلو حلو واغرقه في موية وهوكه ورأس قلالبت الموية حق في الليل المدرسة اهه تحطها قدامك في الطاولة وحلو انت متطمن طريقة احترافية هذه الله يعطيك العافية سياف طبعا هذه انا ما اعتبرها نصيحة من سياف للناس اللي يختبرون انا اعتبرها هدية مقدمة من سياف للمدرسين علشان يشيكون على مثل طريقة الغش هذه الله يعطيك العافية بيث الله والشيك طيب سياف وش النظرة هذه قاعدت عينا لا طيب ابسمع ابسمع بيتين سياف وانت قاعد تكوّر هي المشلة في التكوير طرح يقول لك يا مل جاي يا مشكاي من دنيتي الى ضقت سمع عليك الدعاء من وسط الاماقي ينساقي طيب يا بي مغفرة تكنمت واشكرك لا ما فقت يا من بتثمر لاشجار لو ما لها ساقي انا صحاك الصل في العبادة لكن ما نسقت ورا شف نفسي لجل ما تفسد اخلاقي لا صليت فرضي لك سايشت الديار ورقت واذا فاتني فرضك فناعتك شاقي والله شف والله ما فيه الا كل خير هذا واحد اثنيين احب دائما انه يعني ما يبقى علينا شيء خصوصا ان فقرت الطبخ اخاف انه خويه يتأخر بحاجة ونكون حاطينها بالوقت احاول دائما انه يكون معي وقت يضاف ما ينقص عليها الوقت فهذا الشيء اللي خلينا يحوز هذا اندلدل على انك انت انسان تقدر الناس اللي خلف الشاشة اللي يدعمون مشعل والله اني صادق لانهم يبغونك تفوز اليوم فمن اسباب الفوز في فقرة المطبخ ان الشخص يهتم والله ان شاء الله بأدقة تفاصيل طيب تقوسك في الاختبارات يا مشعل والله شفت ارى انا كنت شاطر انا كنت الاول صراحة يا سلام بالمدرسة ووقت دراستي يعني كان شيء عندي تقوس اخرى لازم اني انعزل وقت المذاكرة نعم لازم اني انعزل ولازم اني اسوي جدول حلو ما عليك تحجي لغات انا اوكي اني اجهز في موعيد اختباراتي وارتبها ما بين تلخيص انا احب اني الاخص على ورقة الاختبار المادة يعني اروح الاختبار وانا املخصها على ورقة الكتاب كامل يا سلام علشان اكون فهم النقاط الرئيسية هذا شيء اخاف انك من الناس اللقاط عارضك اللي يلخصون ولا يجي ولا حاجة من الملخص لا بالعكس الحمد الله معهم اكتبت ملخص الا اقل شيء يجي منه ستة اسئلة سبع اسئلة يا سلام على الاغلب والله بس هذا لا يعني اني شاطر ما كان عندي فيه بغشين يعني يمين يساطر هذه لابد منها ولكن اي ما هي بغش يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا لا ان شاء الله هذه بالانجليزي مرة اخذناها بتخصصي اسمها اكسترا هيلب مساعدة اضافية يا سلام اكسترا هيلب فانا شغلة واحدة اللي كنت يوم اشلوين اغش فيها اني كنت اكتب مرات شوية هنية اشياء احيان ما تتاجها الاشياء اللي حسها صعبة بصعب ان احفظها احاول ان اكتبها اما باقي ما تبقى الحمد الله يعني اختباراتي كلهن من اول ما دخلت المدرسة حتى في الجامعة ما اذكر انها انزلت عن يعني خمسة ثمانية سبع ثمانية سبع ثمانية ابغى نسمع شيء في الادب الانجليزي يعني الدراسة تروح على الفاضي خطر لا والله ما تروح على الفاضي اذكر مرة صار معاي موقف مع احد الدكتورات ما كنت دارس على الاختبار واحدة من زميلاتي تقول لي يمش على بعدين تشوه سمعت البدو اذا جيت وانجليزي وكذا ولازم تدرس اليوم عندنا اختبار قلت والله بشري انا من النوع عبدالله صراحة ما انا هذي واقعيتي انا الرجال ما عارفة الاخصة وكتب اللي انبطح على الارض معاه لازم انبطح اما اني اكتب على درجة هالشكل ما عارف لازم اني انبطح واكتب والله العظيم ما عارف والله يا عبدالله ما عارف حتى القصائي دي المهم بيا من اليوم منبطح لك على كم برعة هورقة ايه على هورقة وجهز اكتب جيت الدكتورة دكتورة اختبار نفسها عادي لهجتها الله وفقها مش عال شو عم تعمل شو عم تعمل عنا هلأ اش اسمه هذا امتحان اقولها والله يا دكتورة اني زيت اختبار المادري شلون وكان عندي اضرف ما باقدر وش كيله والمسول قالت هي طيب يا شعindك يلا شا تسوي الحان قلت جاسه لخص قالت بيتين شعر سريع والله ذكرت جلت بيتين قالت بالانجليزي بالانجليزي تبهرك بالعناويم الصوت انت زفه مندفن فيه جداره لقالت ها my God العيد عيدين ولقالت tiex Status bes me diff이 حرار طيب خلونا ناخذ من الهاشتاق تغريدات ونشوف من نصيب من راح نسحب على تغريدتين الان ونشوف من هو صاحب الحظ اللي راح يفوز معنا بخمسين نقطة وما زال عبدالله شليهي بغير متواجد الله يعينك ابو محمد إن شاء الله بيجي ذرحين وبناخذ النمو طبعا الشباب يوم كنت لبس اليربيز قالوا لي أنه اللي صحى أول واحد عبدالله شليهي هو اللي العيال قالوا أنه هو اللي صحاهم فهوين راح ما ندري الله يستر إن شاء الله خير شوف التغريدة الأولى من نصيب من عبدالله محمد ألف مبروك خمسين نقطة وبالعافية عليك يلي مصور قهوتك وحلاك جب لي هنا اللقطة يا حبيبنا ما ندري واضحة ولا لا إن شاء الله تطول عمارهم جعله والله بالعافية مثل المشاركات هذه حنا اللي نبغاها بالهاشتاك مشاركتك تطلع إذا اطلعت تغريدة حق التك اللي تهديها المتسابق وبرضه يكون فيه تغذية بصرية في الهاشتاك نسحب على التغريدة الثانية ونشوف من نصيب منه نسحب على تغريد الثانية مشعل العنزي خمسين نقطة تستاهلي مشعل مشعل خلصنا ما في قهوة ما في قهوة ما في قهوة ما صوروا اللي تبع مشعل ما صوروا لا قهوة ولا غدا ولا ايه يلا عرب عشت بحيكم اطلعوا وكشتوا ونزلوا تايك اربعوا راز تستاهلون يا شباب طبعا سحبنا على تغريدتين الآن واخذنا اتصال واحد باقي معنا اتصالين زائد أربع تغريدات ابو علي اه كيف شايف شغل عبدالله محمد كشخص يشتغل الحالة ماشي صح ماشي صح عم يخبص شوان يخبص ركز يا ابو عابد الشيف قاعد يقول فيه تخبيص بسيط عدا اننا مدري وين والشباب هنا كبال عم يخبصوه في خبص يعني حلو احنا ما نسلم من الخبص والخبيص داخل المطبخ اساس ان الطبخ اذا ما مهم اهم شي الطعم الاخير يعيشوا من حياتي كله مغامر يا ابو شف في لغة الرياضيات دايم يجيك دكتور او مدرس يشرح لك مسألة معينة الطريقة معينة بس انك انت كطالب تقدر تحلها بطريقة ثانية والمهمة الناتج فايذا الشباب وصلوا لنتيجة اللي يطمح له علي هذا شي جميل يعني خلك جاهز يا عبدالله خلك جاهز طبعا بينك وبين نفسك على الهون يلي تجرون الصوت هذي خلك بينك وبين نفسك يعني محضرها بقرالك تغريدة وبرجعلك العبدالله بن محمد تأكد ان الاساطير معك في كل وقت وكل حال وابشر بجمهورك ومحبينك لكن شد حيلك ولا تحرمنا من شوفتك على البث والجلسات العفوية والكوميدية لان فعلا وجودك فارق وانحب تواجدك وهم شي الصلاة لتاخر عليها يلي تنوع لنا في الشيلات لان نحب نسمع اشياء جديدة بصوتك ومنتظرين ومتأكدين ان القادم اجمل معك يا اسطورة يبشرون بالسعد وجاء الرب ان شاء الله يطول عمارهم ان شاء الله يبشرون بالسعد مرة يبشر بالجنة على الهون يلي تجرون الصوت على الهونكم يلي ترى الصوت وشي ترى المشتح ان يبكي على الصوت هاي 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 على الهونكم يلي تجرون عند الصوت ترى المشتح ان يبكي من الصوت لا سمعه اجاريكم قدلي ايوانا صايم من القوت وهمومي من الفارق ما نحب من اجتمعه يا ليت الليالي الماضي يا ترجع بريموت لا والله اقول انعاد فالمقبله طمعه سلامتكم صح صوتك والله ان الصوت تعب والله اني قايم جعلك ما تشوف شره سلامتك وهذا ما شاء الله هو تعبان تلك لكن يبشرون ان شاء الله باستعد بالتغيين ان شاء الله نحاضر الصلوات ونحاضر كل شيء واجعلنا من الشغول يقول لا تطلعني من مرر نظارها الشمسية نزل النظارها الشمسية وطالعني شير والله مساعدك ايجعني هداك يا حبيبه علي السؤال بعشر نقاط يا سياء ما في شيء مكتوبة قطع ليش ما كتبت ما ادري اسمي مكتوب؟ طيب السياء ارهب قلبك يا امرح قلهم موقف السياء وحاول يعبر عنها في قصيدة وما قدرت ما قدرت في وقتها بس قدرت بادي وش الموقف؟ هقوة في رجال وخابت خابتها هقوة؟ نعم نعم وليش وش السبب اللي خلاك بنفس الوقت يعني والموقف هذا ما تقدر تكتب من الصدمة يعني؟ طيبة الراس الموقتة صدمني انها مالك زودة طيب؟ وش اللي حركها بعدين؟ السؤال واحد ساله هاد حرك وش قلت؟ ضروري يقول جعلني لحدني الوقت والعالم تشوف افترح في طيب الراس من قبل ازهمه ازمن دوار والوقت ما جاعش فوف اللي زوم يفز رجال ويطيح الخمة لا تردى وانت ونعم وشايبكم عروف بيت عزن قد بنيتوه حذرة اهدمه لا تردى وانت ونعم وشايبكم عروف بيت عزن قد بنيتوه حذرة اهدمه ثورت بندك فيني ولا لحقك حسوفي رفيق لعد يتبه يرخص لك دماء كيف قلبك طاوعك كيف غروك الضعوف كيف ولا ليش تكفى سوالية تفهمها جالك اختام العلاقه لا بيضحروف من رفيق الراعانك وانت تلزم صح لسانك هل هل ما زالت الجفية موجودة بعد الموقف هذا من كم سنة تقريبا لا تنشت ليش بس حقك ما نقول شيء صح لسانك وجزر يا سياد صح الله بدناك الحصان طبعا بما ان السياف قال لنا موقف وقال لنا قصيدة في تغريدة من نور تقول السياف الحارثي نجمنا وشاعرنا المميز وشاعر النسخة بلا منازع اسأل الله ان يوفك يا بطل ونبيك تشد حيلك وتبعد عن الخصومات وترى وراك جمهور عظيم ويدعمونك بكل عطاهم نبيك تشد لنا عمل مع احد المنشدين من اخوانك والبرنامج وفالك احد المراكز يا رب وش ترد على نور الله يبيض وجهها ويجمل حالها ويرا قدرنا الافين الجميع اما انقصت العمل فيه ثلاثة عمال ان شاء الله نستنسى ديوزة حمو فيها يجي الوجب وانتدين يعني موعدين ان شاء الله بشي قريب نعم نعم طبعا اعزائي المشاهدين والمشاهدات راح من الوقت عشرين دقيقة تقريبا باقي خمسة وعشرين يا شباب شدوا حيلكم ناخذ اتصال عطونا اتصال الثاني الاتصال جاهز قالوا السلام عليكم عليكم السلام سعد الله مساك طال عمرك سعد الله مساك منكم عبدالله محمد جنبي يقول الصوت موف غريب اسمكم من وين ميرب الج result ضغ طال عمرك واخباط واخبارك طيب لاعنا كلا procrast يسع malad ويسي towns مونل الدبل الله يجل يجبك يا رب الله يطول بعمرك يا أخت عبدالله واتصال جميل وشرفتين حرقك معلومة نصيحة تقدمينها المتسابقين أو فائدة والناس اللي يسمعونك الحين معلومة للمتسابقين يكونون على البيت نتشوق نشوفهم كله مخاصة عبود لا يغبون من البيت كثير ومعلومة من قالت سبحان الله وبحمده مئة مرة خطت خطاياه لو كانت مثل زبد البحر الله يغفر خطانا وخطاكم والسامعين والمشاهدين عندك شيء عبدالله أقول أفضل نصيحة قد سمعتم يا حيار دي خمسين نقطة على طول نقول معروفة ولا بتحددين يستاهل الله يعطيك العافية سلمين على الهل تستاهل يا أبو عبد في سر في سر ما أدري وشه سراحة سياف الحارثي ما شاء الله تبارك الله اتصال من والده اتصال من والدته الحمد لله الآن عبدالله محمد اتصال كلمت أمي بعد وكلموا الشعب كله ما شاء الله طبعا هذه ما لها ترتيب أبداً هذا مجرد حظ ما شاء الله تبارك الله يعني أنه يجمع مكالمة يجمع المتسابق مكالمة مع أهله داخل أحد الحلقات ولا الأساس والمفروض أنه يكون مشتاق لأن عندنا مع ناصر الحربي لحظة لقاء فمن حظ المتسابقين الطيب أنهم يسمعون مثلا الأصوات بس أنا أتوقع أنك تشتحن زيادة يعني تنبسط وقت تسمع الصوت بس بعد ما تخلص ايه والله نيشتحن تبسطك على الطلاق نيشتحن لكن يا أخوي الشي نسو بي الله يجمعكم ولا يفرقكم اللهم ما من يطول في عمرك إن شاء الله مشعلش عندك فاضي ولا مشغول تسمح لي بس من هناك شوي هذه خوخة من الأردن تقول المشعل العنزي ممثل المملكة الأردنية الهاشمية وشاعرنا المبدع بدنا هي كذا تنطق ايه بدنا بدنا منك تدشين أعمال مع زملائك المنشدين وتفاعل في الريالتي وتكثر من السوالف وعرف الجمهور التراث الأردني وعرف الجمهور على التراث الأردني وعاداتنا وتقاليدنا حضورك في فقرة الآباء جميل بدنا هذا الحضور أيضا في الريالتي مع زملائك وتذكر أننا فخرين جدا فيك يا مشعل تعليقك وردك على خوخة بعد الرسالة اللي أنت سمعتها أول شيء إن شاء الله اليوم فيه تدشين عمل بإذن الله رح تشوفونا بإذن الكريم أنا والطيب اللي على يساري سيار إن شاء الله رح يكون بعد المغرب هذا الشيء الشيء الآخر تعالي التراث الأردني والعادات التقاليد المتواجدة في الأردن أبشروا فيها إن شاء الله اليوم أو بكرة بإذن الله أنا كنت جاهزة كم من حاجة بس أرتبها عشان تطلع بشكل مميز وبشكل جميل يناسب مقامكم ويناسب مقام أخواني اللي موجودين معاي بالطريقة الأمثل اللي نقدر نقدم فيها والريالتي أبشروا على خشمي هذا بس والله هو النوم شوية اللي نحاول نتكيف معاه والله والله أمورنا والله العظيم أنها طيب يعلم الله أني في بيتي مع أخواني الطيبين كلهم وأبشروا بل يبيض وجه المملكة كلها أبشروا سبشر بس سعد وانت مميز يا مشعل طبعا باسمي وباسم مشعل وباسم الموجودين والطاقم والإعداد والشعب السعودي كافة نقدم العزاء بما أنها جاء طاري المملكة الهاشمية الأردنية بسبب الانفجار اللي هو غاز السام اللي حصل الانفجار هذا في ميناء العقبة فنقدم أحرة تعازي للناس اللي فارقوا الحياة نتيجة هذا الغاز السام والناس اللي فيهم إصابات اليوم نقول لهم الله يقومكم بالسلامة والله يشفيكم إن شاء الله شفاء عاجلا غير آجل كلمة توجهها يا مشعل بخصوص هالموضوع هذا اليوم صار؟ لا أمس كان فيه انفجار وكان فيه وفيات والحمد لله يرحمهم ويغفر لهم وإن شاء الله أن نحسبهم شهداء والأزمة أنتت ولكن فيه إصابات يعني بسيطة فكلمة توجهها بخصوص هالموضوع دائما حنا نقول قدر الله وما شاء فعل وهذا يقدار الخالق وإن شاء الله يشافي كل مصاب في هذا الانفجار والله يرحم كل متوفي والله يصبرنا على هذا المصاب وهو مصابنا كلنا وإن شاء الله أن الأمور بإذن الله تيسر وما يكون الأمر هذا يعني شيء سلبي إن شاء الله بإذن الله أن يعني جلالة سيدنا أنا متأكد تمام التأكد من هذا الانفجار إن ما رح يخلي الأمر هذا يروح عبث رح يعرف إشلون يدير هذا الموقف وعزائي وخالص عزائي لأهل كل متوفي الله يرحمهم ويسكنهم في سيح جناته والله يشافي كل مريض وكل مصاب في هذا المصاب اللهم أمين والله يقبل أدعاك مشعل بما أنه يعني اتطرقنا للمملكة الاردنية الهاشمية والتغريدة اللي قريتها لك كان فيها اللي هو العادات والتقاليف متناوي مشعل العنزي يسوي لنا منسف بالقناة هنا ما لك عذر شف أنا بحياتي كلها كنت أطمح أن يذوق المنسف الاردني حلو؟ ايه ذوقناه أبو علي تذكر يا أبو علي المنسف اللي صلحت يوم جبت الذبيح أيام البزنس يا أخي فيه 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 لذاذة فيه كمية طعامة يعني الواحد ما يستوعبها لا تحرمنا شو اللي بطيب المنسف شو اللي بطيبه في الجمالية تصير النومة اللي بعد المنسف صراح بنعيز صاح بنعيز النومة طيب هل راح تسوي المنسف هنا للشباب والله أبشروا على خشمي لا أسوي لكم منسف حتى ما دكتوف الأردن يا السلام ما عليكم ازهلوني بالسؤال فادي طبخ لعبتي أذولي أصبروا شوي علي طيب علموا أني على بعد حزين هلي أصبر هل جايب كتاب معك يعني ما في يعني أنا جيبه وين هذا لا لا أصبر أصبر هذا هنا هنا هذولي لأني أنا أقولك في بعض بويتات أنا كنت أكتبهن وزيد عليهم أو يصير موقف يكمل الموقف هذه يا السلام فكنت أحاول أني أقدمه لأني والله مشاء الله صار تنزل هذا الخط لك هذا هذا سريع سريع مو واضح أنك أنت حاط جهدك كله بتخصصك باللغة انجليزية والله العظيم أني عشان ما أنسى بس والله يا عبد الله باللغة اني عشان ما أنسى يقول لأ أدري إنك بس ودك تزعلين أدري إنك بس ودك تزعلين ومن رحلتي ما بقى بقلبي كلام أهل يدين اللي مسكتوها يدين منتركتوها ترى مالي أعظام أنت أكثر شي في قلبي يمي يلين أنت أكبر من حمامة للسلام علموه أني على بعدها حزين والهوى بعدها على قلضي حرام تاهت عيوني بعين العالمين والوصل قطع معاليقي يفصام نامت عيونك وأنا صاحي حنين كيف رحتي وما تركتيني أنا يا سلام صحيح الثاني مشعل لبي أنا شدني هنا سؤال من جمهورك لك يقولون وش علاقة مشعل والشاعر الإعلامي مهدي بن عبار والفنان فارس مهدي والله هم ما يذكرون يعني علاقة قرب لأن هذا عمي وهذا ولد عمي فارس مهدي الفنان ما غيره أي نعم هذولي أنا عمامي الشاعر الكبير عبدالله بن عبار وشاعر ما عليك زود وشاعر الكبير عمي أبو فارس مهدي العبار والفنان فارس مهدي المسي عليه بالخير أبو باسل استاهد هذه العلاقة يعني اللي بيننا هي علاقة قرب ونسب ودم ولحم هذا الشيء اللي يربطني فيهم للأمانة وكل أخوياني والله والناس اللي انتم تعرفونهم بيني وبينهم إلا ما يكون في بيني وبينهم حتى لو المحبة والتقدير أنا دائما أعتبرهم خولي وعلاقتي فيهم دائما تكون مميزة في أي حاجة ممكن أني أوجهها معها يا سلام طبعا سمي أبو علي بني راك تسمعنا هيك شيء حزين حزين على زوءك حزين هو ليش عساماش طالبي حزين بس لا تغني ظلموه لا لا ما راح أغني ظلموه بس تعال تعال أبو علي أنا بتطمن عليك أول شيء لا لا حبيبي بس هيك أنا وش اللي مضيق خاطرك أبو علي بالعكس خاطري طيب وش دوني معكم الله يا سيدي ما أضر لي اسمع الحزن كون حزين هذا يعني جو 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 بس سعدي أبو علي طبعا تذكير بسيط بس للشباب باقي تقريبا خمسة عشر دقيقة راح نص ساعة بالضبط أخذنا اتصالين أخذنا تغريدتين باقي معنا أربع تغريدات واتصال واحد طلب أبو علي تبغني أغني يا شباب 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 طبعا حتى لو رفضت مراهة أغني يعني بس المعلومية حزين 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 أنادي لك ويبقى للحكيف داخلي معادي قال أدري ليه لغبت بزماني قمت أنادي لك عبرت الغيم وامطرت السحاب وجيت لك من قال ألوح للضمى وامساح دموعي في منادي لك حبيبي والمكان اللي جمعنا والقلوب بعد أدل يا ويل قلبي لو تركت كنت يا ويل حرام حلامنا تصحى على هم وجروح جداد حرام تصحى على عيني وانا عيني تراهي إليك طبعا أنا طلبت حزين تعرف ليش؟ ليش؟ لأن الطبخ اللي عم شوفا مستعم من الطبخة يا ابو علي ما فيه داود باشا وش فيه وش فيه ابو علي؟ يمكننا داود بدن باشا زعلان باشا راح ناخد تغريدة الآن سحبنا على ثنتين باقي معنا أربع على الطبخة تغريدات بيتين إيش؟ بيتين بواق لزيزي بظهير السلام مسي على عبد العزيزي بظهير ونقول له معوض يا حبيبنا وخروجك خروج نجم وبداية انطلاقة بإذن الله لك والإبداع منك وفيك يا عبد العزيز اسلام يا سيار أقول يا بظهير أقول يا بظهير تسمعني وأنا زهمك يا بنظهير يا أخوة الذهب ما هي نحاسن ولا فضة أنا فاقدك يا أخوة نحاسن لا ذهب أنا أخوة الذهب لا هي نحاسن ولا فضة أنا فاقدك فاقد ما هي تاظهي بغير ونشفق لشوقك لشوفك منذ شوقك هالمظم سلامتك السلام صح لسانك صح لسانك شكرا على مشاعرك الطيبة يا سيار آآ التغريدة الثالثة من نصيب مين هذا الجيلان مشعل العنزي خمسين نقطة تستاهل يا مشعل خلصنا ثلاث تغريدات وخلصنا اتصالين متبقي اتصال تبغون ناخذها الحين يا شباب مشعل تبغى الاتصال الحين ها تبغون ناخذ الاتصال الحين كيفك قال لي ريحك ما شاء الله تصفيق يا شباب اللي عبدالله شليهي في وصوله مرحبا يا هلا أبو عابد كساك الله بالخير يا عبدالله ما باقي إلا عشر دقائق أنا أشوف أنك تصير مشرف عام على الطبخة اليوم أني تابع وينك يا أبو عابد السلام يا أنا وين ها السلام يلا بما أنك يعني تدري أنا مصحيهم أبو عبدالله وش فيك أنا اللي مصحيهم والله طيب وش اللي صار والله ما دري تعال هنا طيب العداد قالوا أنك كنت صاحي وتزهر أنا اللي مصحيهم كلها بس ما ديش اللي صار غفوة غفوة ساسد لا والله مو غفوة تعال الله يجاك ما تشوف شرق باقي معنا عشر دقائق شب عبدالله وش ناقصك طيب نبغى نسحب على تغريدة برضو رابعة نشوف من نصيب مين سياف الحارثي خمسين نقطة تستاهل يا سياف خلصنا الحين أربع تغريدات باقي معنا تغريدتين واتصال أبو علي أبغى تعليق سريع سمت شكرا شكرا لكم شكرا أشار ما يقولوا ما أفرح والله إني أفرح لكني ما شوف أبو علي تعال لي هنا يا محمود أبدالله محمد يقول أذكروا الله لا إله هم يذكرون الله على الطبقة بس القدر منعوج يعني تعليقك يا أبو علي على الشي اللي قاعد شوفه لا تعليق لا تعليق طيب هنا سمسين ما في فرق لا تعليق لا تعليق أبدا أبدا إجابي سلبي إن شاء الله إجابي أبو علي جدا حزين جدا مستاء على الوضع اللي قاعد يشوفه من ناحية الطريقة وتطبيقها من الشباب كم باقي لنا دقيقة يا شباب باقي عشر دقائق يا شباب بالضبط راحت خمسة وثلاثين متبقي عشر دقائق عطوني الاتصال الأخير نشوف من نصيب مين أقول ألو 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 سلام عليكم وعليكم السلام سعد الله مساك طال عمرك يا هلا اسمكم من وين أفراح من القصيم يا مرحبا ومسهلا بأهل القصيم أختنا أفراح معلومة فائدة نصيحة تقدمينها للمشاهدين وللشباب الموجودين هنا داخل نطاق البرنامج ألاحظ أشراب من قصرين صلاة الفجر وأنا أقدم لهم من صلى الفجر كان في جملة الله حتى ينصي جميل يعني النصيحة بخصوص الصلاة فقط نعم الله يكتب أجرك ويتزاك خير هذه تعتبر أعظم وأحلى نصيحة الخمسين نقطة تهدينها المين أهديها المشعل عنزي يستاهل المشعل عنزي الله يعطيك العاطم عشتي والله بيض الله وجهت بيض الله وجهت عشتي شاكرين لك اتصالك وش الفرحة هذه يا بشاك تدري الاتصال جاي من وين من القصيم هذا شي مو غريب عنه القصيم جاي من القصيم يعني شف جيتك هذه واليوم تقديمك والنقاط لي يعني شايف الخمسين نقطة هذه عندنا خمسمية نقطة تجيني دبل ياخل القصيم الشكر مو بس للأخت فرح للأختنا فرح والقصيم وهلع وتراب القصيم وكل طيب فيها وطيب اللي جاء بريحتكم عندنا اليوم الله يسعد الله يسعد الله يسعد الله يبيض الله ناخد تستهر رابع يالله يالله السياف يقول لا يالله بعد شوية بعد شوية تستهلون يا شباب كل خير تقريبا باقي معنا ثمان دقائق شدوا حيلكم يا شباب ترى الوقت تشامل نظافة النظافة ركز لي شيك لي هذا الرز ما أبنى متر ما أدري محسوب عليك شيك بشكل سياف كل شيء ولا أبو علي أبو علي يامل مين بيّن أنه قديمي بعد خديم هذا الألل الأبو علي طبخاتكم أمس كانت رز لا أبراقوك قبل أمس كانت رز الحب ايه قبل أمس رز ايه برحيم يلا حي قبل أمس رز قبل أمس رز بس لا أتوقع أمس كان نظيف ممكن هر الآن لا أنا أتوقع أن المطبخ مستخدم بالليل بالليل ما أبعرف أنا ما نمتابع يعني بالليل كون شغال بتعرف بالفندوق تنشوف لأن مطبخنا نحط الأغراض أتوقع والله أعلم أي شي ناقص بالمطبخ رح يحسب على أحمد رحيم لأن يمدحون طبخة هذا أحمد رحيم أحمد وين الأغراض حق المطبخ ليش القز عليه الرز طايح مش سال والله شف عنا مرات تعال تعال عندي يا أحمد ريني والله الله يسلمكم بس الحركات والله عاد لحق نجوع اليوم لا واضح أنك سبتها أهلا أبو عاضم أساس الجوع يضر حي أهلا أساس الجوع خبارك خبارك طيبين أبغى نظرة أحمد الشيفية يعاد عندي نظرة أنا يا مجرم يا مجرم شفية أصلا واضح عندك انتقاد هنا أحمد لا شوف عطني نظرة أخيرة حاول أنك تحرك يقول حاول أنك تحرك طيب هنا عند سياه الشباب وجهك ما بطيب يا سياه يا مجرم اللهم ما بطيب اللهم ما بطيب فيه فيه واجب ما بطيب القدر من موزن الصحة على النار هنا الله يبيض وجهك أحمد صراحة أنا شوف انتقاد المحلة بس أنا جايبك لهدف أحمد سام أنا شوفك ما لك علاقة بالطبخة أبدا أبغى أبغى خلوا غاليني موال أبي شيء لا 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 صح 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 حنا طبخاتنا اليوم تركية لا لا إيه والله تركية داود باشا نبغى شيء تركي أحمد اوه لعبة أنا برحب لعبتي يا أبو فرايدي إزهل الله إزهل بسلام وغرد طبعا الله يحييك عقب ما يخصون الشباب بزين الهوة والحالة والحركات اليوم بيجي عصرية نارية يعني مرايا ما جيهم اليوم حطهم واتركهم وتعالى خانتك اوه بتعرقوا إن شاء الله نعم بغى تحطهم كله مطير أحراشتني أبو فرايدي ضروري أبو علي الطبخة تركية نبغى موال ولا أغني لا أمان هذه طبخة تركية هي والله طبخة تركية موال تركية بس الشباب يعملونهم معاملة أي طبخة ذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يصير الله ليلى 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 خلاص تتفلى وترك خسراء خلاص الله يحييكم بعقبة هذا أقو علي والله إني أتمنى أحفظ شيء أتمنى اللغة وبعدين أمريك الله يحييكم بعب على القوة يا حبيبنا طبعا أن نأخذ التغريدة الخامسة سحبنا على أربع تغريدات باقي معنا تغريدتين ذكروني إذا أني عاد صح لأن اليوم ما معي ورقة باقي كم دقيقة تقريبا أربع دقائق أخذنا أربع تغريدات أتوقع ما هو ثلاث تغريدات ثلاث فقط نحن بنأخذ ثلاث أجل دعم تقول ثلاث إذا كان في شيء إضافي ما رح يحسب هذه بدون عبد الله بن محمد خمسين نقطة تستاهل باقي معنا تغريدتين الآن وباقي معنا بعدين قبل أن نخلص وبعد ما نخلص اش تقول عبد الله شليهيب أنا اليوم والله ما أقول ولا حق أنت اليوم زعلان لازم نراضيك وتستاهل تستاهل الرضا تقول لعبد الله شليهيب من أشجان لعبد الله شليهيب شخص مثابر ومجتهد أثبت احترامه لجمهورة والمشاهد من خلال كثرة تواجده في البث أتمنى تستمر كذا لنهاية البرنامج بإذن الله واش تقول لهم يا بو عابد أنا وشيء أتدري أنا انتخرت معنا أنا مصحيح معت الأداد ممكن أبلغك يا سلام لكن أنا صار شي ومدري ما شار و أنا أكمل ما يتنسي وأنا مصحيح اثنين المشكلة ذوها أمانا ما صحيح تنسي أوصلت لا إن شاء الله أنك معذور وجعلك ما تشوف شر يا بو عالم أعلم يجيف طيب الكلمة اللي أنت سمعتها من جمهورك ردك لهم عبدالله بإذن الله راح أسمع الوضع هذا وبكمل ومشيرون بأسعد اليوم إن شاء الله في مبادرة أقدمها لهم أنا اليتيم السلام ومشيرون بأسعد الله يبشرك بل يسرك طيب عبدالله ترى يا شباب باقي دقيقة ونص بالضبط شامل كل شي ورح تجيب صونج أسلام يقول هل أمفكر بليلة حفر الباطن بما أنها ما قد صارت ببرنامج أو برامج الواقع أنك تسوي ليلة حفراوية هنا ليش لا شرايك بالفكرة أنا فكرت فيها قبل بس ليش لا جميل طيب عبدالله يتعلم أكثر من المواقف الإيجابية هم السلبية 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 أكثر جميل جدا باقي معنا دقيقة يا شباب وباقي معنا تغريدتين رح نسحب على تغريدها الآن عبدالله محمد آخر تغريدة كانت من نصيب عبدالله محمد نشوف التغريدة اللي قبل الأخيرة يلا يا شباب ألف مبروك عبدالله شليب خمسين نقطة تستالي أبو عابد باقي معنا تغريدة وباقي عندنا عشرين ثانية يا شباب اللي ما غره في غرف شاملة كل شيء أبو علي ركز على وقت الجرس وعلى النهاية من اللي يتأخر من اللي يخلص بدري أربعة ثلاثة اثنين واحد ارفع يدك فوق ارفع يدك فوق سياف نزل اللي بيدك ارفع يدك يا مشعل أيوة أيوة تعالوا هنا يا شباب سياف مشعل عادي تقدر تمزل سما سما أنا راح يجب الصحون للعياء عشان نزيندها عطونا دقيقة واحدة بس رتب الشكل ما عليك واضي حقك وصي طرح انت درنا الصحون اصغر انت اللي جايبا ايه تدوش اللي قهاري الله عدال عيب خلاص سياف سياف قطحها عشان حطها من راس ما هي مشكلة ما هي مشكلتها انا راح نزين لك اياها وعجب الحالك انت غرفيت جميل والله واجيك طبعا خلصوا الشباب من الطبخة اللي من المطبخ التركي داود باشا كان وقتها الزمنة 45 دقيقة وخلصوا بالوقت نفسه طبعا اطلب من الشباب انهم يستريحون علشان ابو علي ياخذ راحته ويذوقه مكيف ورايك اه تفضل يا سياف تفضل يا مشعل شر الله يعطيكم العافية يا شباب عافيةك العدراسي اطلق حلقة معك الله يسعد الوجه يا ابو عبد حلقة بيضي يا سياف ما يسري يمري يا ابو علي كيف شايف الرزي بو علي شكليا الان هو الشكل اللي انت تبغاه تقريبا حلو الحمد لله في رضا يعني قال لي بغيت الحنان انا بغيت الرضا صح لسانك يا ابو فارع مو كان حابب يساوي الحلقة هاي انا بعرفه خدمت الله يبيضي يا ابو علي هيك كان حابب يساوي حسنا ضبطناك يا عبدالله ازهل طبعا تأخير كان بسبب الصحون كان رايح يجايب الصحون له وللفريق الثاني ما هو بتبرير هذا هذا شيء واقعي قدام الشاشة سامن انت ما قصرت تقريباً خمسة واربيعين دقيقة وانت قاعدت تشتغل لحالك فهذا شي كبير ما قصرت يبعابد ما قصر الشباب كله نذوق على طول ايه ذقت هناك نأ حلو طبعا طبق سياف أبو علي طالب صورة واضح أن الطبق نال على إعجابه سبب تصويرك للطبق يبو علي والله حفظوا بنفس الوقت أنا عم بانشر طريقة من البداية لنهايتها للمتابعين على السلام يا السلام طيب طبق سياف الحارثي ومش على العنزي أبو علي قاعد يذوق صور طبخاتكم ونشرها بالسوشال ميديا بعد هذا دليل أنها عاجبت لا كله كله الخربان والصالح يقول أصلي أصور كل شي الزين والشي الحمد لله شفيه البطاطس أخذ وضعية الحصر يا عمر الملعقة الله عافيك الآن طبق عبد الله محمد وعبد الله شليهيب هذا المين؟ مشعل مشعل وسياف مبروك عليكم الشهرة أبو علي كتب ساميكم في سنابة بروك يا شباب لا تصور طبعا أبو علي قاعد أوكي حلو بطاطس هذا يبو علي بطاطس أنت بالأسنانك يبو علي صغير معلوش أنت بالأسنانك يبو علي بعدين تقول ما أقدر أحضر معكم بكرة أنه نحتاج خلاص أعزائي المشاهدين والمشاهدات خلوكم قريبين عند الشاشة لا ترحوا بعيد فاصل صغير وراجعين موسيقى 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 دعني أقول لك شيء يعجبك أنت ممثل أو صوتك حلو أو عندك قروب جازية تقدمون عروض مختلفة إيش ما كان العمر وإيش ما كانت الموهبة أنا هنا عشان أساعدك أنت أعطني يدك وخلنا نطلع للمسرح سوا لنا تحقيقا في زيدي المعبريقا حلمك ما عليكو واقع ويصبح حقيقا جاد كافي جيناكم في الرياض حي الندوة وبقائمة من أفضل أنواع القهوة حيث يمكنك الاستمتاع بتناول قهوتك المفضلة بمذاق لا يقاوم بالإضافة إلى ذلك يقدم الكافي مجموعة من أباق الحلويات اللذيذة والمتنوعة وجميع أنواع المشروبات الأخرى الباردة والساخنة لنصحب بتجربته والاستمتاع بهدوء المكان وخدمته المميزة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام برفحة تدعوك للمشاركة في رعاية الأيتام بمكة المكربة لذلك الوقف العظيم وذلك البناء الذي يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة بصدقتك وبإنفاقك وبعطائك وبذلك وبوجودك فساهم معنا في هذا الوقف وخصوصا وهو في حدود العرم فهناك في تلك الأماكن الفاضلة تكون الرفعة والمنزل العالي لك عند رب العالمين صدقتك بثلاثمائة ريال فقط تأخذك إلى جنة عرضها السماوات الأرض بل إلى رضوان الله وإلى رحمته السلام عليكم للمساهمة في وقف اليتيم بمكة من خلال متجر جمعية دعاية الأيتام برابطها وإدخل على رابط المتجر بعدها اختر باقة تبرع عنك بثلاثمائة ريال عن والديك بستمائة ريال عن بسرتك بتسعمائة ريال أو اكفل مترا مربعا بثلاثة آلاف ريال أو اكفل بناء شقة كاملة بثلاثمائة آلاف ريال أو اختر أي مبلغ تريد المساهمة به من خانة التبرع السماوية اختر طريقة الدفع المناسبة لك يا أما أبل بي أو بضاقة بي ثم أدخل رقم جوان وأكمل التبرع عبر أحد الطرق التي تناسبك يتم الخيضة بنجاح وتصير كافل للإهتام من مدى الحياة وتقدر كمان أنك تهدي تبرعك لمن تحب من خلال الضغط على خانة إهداء المشروع وهذه تقتصى لمن تحب في الوقت النتحي والسلام عليكم الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقدم لك دعوة ودعوة لك في الجنة وصداقا لحديث الرسول اللهم صلي وسلم عليه يقول بما معناه أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة الرسول يقول لك خلك معاي في الجنة كهاتين بثلاثمائة ريال أن تكفل يتيما حتى قيام الساعة لا هي شهر ولا هي سنة ولا سنتين ولا مئة سنة حتى قيام الساعة وأجر هليتيم في كفانة لك وينها الكفالة في مكة المكرمة لا تبقى على نفسك قولوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء هنيئا لك أيها المتصدق في وقت اليتيم في مكة بمضاعفة الأجور بمضاعفة الأجور لك يوم القيامة يا من تصدق مال الله تبدله في أوجه الخير مال المال نقصان كم ضاعف الله مالا جاد صاحبه إن السخاء بحكم الله يا من تصدق مالا جاهر الضوان السلام عليكم للمساهمة في وقف اليتيم لمكة التابع لجمعية لعاية الأيتام برفحة عبر مباشر الراجح ادخل لتطبيق مصرف الراجحي واضغط تحويل ثم تحويل لجمعية خيرية اختر جمعيات لعاية الأيتام والخدمات الصحية اكتب في خانة البحث جمعية لعاية الأيتام بركها اختر حساب وقف اليتيم اضف المبلغ الذي تريد المشاركة به ثم اضغط تأكيد ستصلك رسالة تأكيد على جوالك ادخل رقم يتم الخير بنجاح اشعرنا برسالة عبر الوات ولا تنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنة كهاتف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعني اقول لك شيء يعجبك انت ممثل او صوتك حلو او عندك قروب جازين تقدمون عروض مختلفة ايش ما كان العمر وايش ما كانت الموهبة انا هنا عشان اساعدك انت اعطني يدك وخلنا نطلع للمسرح سوا انا تحقيقه ويزيد المعبريقه حلمك ما علي يكون واقع ويصبح حقيقه موسيقى 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 مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات رجعنا لكم بعد الفاصل البسيط بعد تقييم الشريف أبو علي وبعد ما عرفت أنا أبو علي بس وسام القاضي من الفريق الفائز ما أدري هل تتوقع يا عبدالله محمد بما أنك طبخت كل هالوقت لحالك أنك راح تفوز أنتو عبدالله شليهيب أو تتوقع لا طبعا في مقولة اللي يقول دايما النقص يولد القوة هل أنت معا ولا ضدان واليوم ما شأت باني إن شاء الله عني باعي أول شي بس بغلون يسمعون صوتك إذا تسمح لهم يعني لا يعني هذه منورة تريلاتة علشان ما أقول لك ما يكتر بيض الله وجهك بغيت غني بيض الله وجهك ومقولة اللي أنت قلتها أنا طالبك طلبة أنت غني أبشان أبشان إلى أبد أزم بالغرام يدور وأنا مستحي إلى حب لي واحد ثاني أبشان عبد الله شليهيب كأن في خاطرك شيء كأنك بتوجه شيء معين إيه والله ماذا اللي بخاطرك فضهض قول اعتذار الجمهير والله أني ما حضرت ممكن كانوا انتظرون أني حضر من البداية وأنا الحمد لله دون ما حضر بس يمكن تجيها في وقت بس أعتذرني ما حضرت لك اللي انتظروني بذن الله قدول جاية كن حاضر وشنو بس شف أنا لو أني أبو عافد يعني قاعد أتفرج عليك خلف الشاشة الآن والله لأقبل عذرك قل ليش ليش لأنك أنت شخص مجتهد على الشاشة إلا ما أنا حضور فقرات حضور بث يعني بلا انقطاعه وأنت مقوم الناس اللي معك بالمطلق سواء خويك أو اللي ضدك فواضح إنه إن شاء الله أنه ظرف وأنه ما هو بشيء مستقصد من عبد الله وأنا أتمنى منكم أنكم تقبلون عذره وتقبلون ظرفه وإن شاء الله هالقادة مفضل بإذن الله سياف بيتين أبو ظهير كان بخاطرك تعيدهن اي والله نحن قطع البصادة على خططنا اسلام يقول يا أبو ظهير تسمعني ولا أزهمك يا أبو ظهير بسيلا يا أخوة الذهب ما هي نحاسه ولا فالضهبه أنا فاقدك فقد ما يعتار فيه بغير وشفق اللي شوفك ماذا شفقك على المفض يا سلام يا حبيبي يا بظهير الله يسترع عليك يا بظهير أنا بصراحة ما أدلوش السالك نحن قلنا نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم صح أو لا صح أو لا أو اللي قلنا نطلع فاصل نطفي مايكاتنا ونرجع لكم مش قلنا نرجع فاصل نرجع فاصل بتعيد يقول يا أبو ظهير تسمعني وأزهمك يا ابن ظهير نسلا يا أخوة الذهب ما هي نحاسه ولا فضه أنا فاقدك فقد ما يعتار فيه بغير وشفق اللي شوفك منذ شفقك على المظة سلامتك السلام مشعل من باب العدل هل في شي راح تقدمه يعني أو تقوله أو توجه أول شي الله يوفق أخياني ويسر أمرهم وما يحتاج فوزنا واحد بس إن شاء الله نيفوز إن شاء الله والشي الثاني أخوي سياف قال أبيات لأخونا أبو ظهير والله يا أبو ظهير إن غرفتنا فاقدتك بالحيل ضحكاتنا عاشت على بسط ومزوح واليوم يبتس من توادعنا مراح الله يستر عليك يا حبيب وظهير صاحب ديك طبعا معنا التقييم الآن راح أقوله بطريقة مختلفة خلوكم الشبابة منكوكم الفائز معنا اليوم حلو طبعا باقي عندنا تغريدة أخيرة راح نسحب عليها الآن ولا بعد ما لعلل لا تغريب اه درحي درحي طيب تحدث ولا ما نحدث لا تحدث ما حدث اه حدث شذنب الناس اللي يأخذوا الله حدث يستاهلون يستاهلون حدث حدث طيب هذا مين صحب سياف الحارثي محمود تعالي هنا عودناكم المشاركة اللي تجمعنا بالهاشتاغ اننا نعرضها هذه مشاركة مكتوب عليها خلقك الله من لين ورقه ورقي يا سلام الله يذير وجيه جعله والله بالعافية طبعا نعلن نتيجة يا شباب متقبلين الفوز والخسارة عطونا القرعة هجل بما أنكم متقبلين نصبر القرعة جاهزة طبعا نواف وثامر مدعث معنا وضاح الشمري هذولي أساسيين نسحب على واحد لأنهم أطرعوا الأسبوع هذا عطونا المتسابق اللي يكمل المجموعة هذه غدا استوب عبدالله الشهراني طبعا هذه قرعة يوم الغد اللي هو يوم الإربعاء متبقي معنا أيضا يوم الخميس رح نسحب عليه غدا تذكير في شيء عظيم يعني أنا أستغرب من الأشخاص اللي يسمع ويقدم لها الخير لين عنده وبطريقة سهلة وبطريقة مبسطة الكل يتمناها للأمانة ألا وهو يعني الوقف وقف الأيتام في البلد الحرام أقسم بالله وأنا مسؤول عن كلامي هذا أن أكثر التعليقات اللي تجيني سواء في سناب شات أو على تويتر كلها من دول خارج السعودية يعني دول عربية أو دول خليجية يتمنون ويبحثون عن طريقة أنه كيف نقدر نشارك بهالفضل العظيم وبهالوقف العظيم ولكن ما يقدرون فما بالك أنت الشخص اللي الشيء هذا موجود عندك ومقدم لك ومهيأ ومصرح من دولتنا وحكومتنا الرشيدة عسى الله يطيل بأعمارهم فلا تبخل على نفسك أبداً 300 ريالة تقدمها اليوم تلقاها يوم القيامة الأجر والفضل بإذن الله ما رح يكون لك الحالك أو رح تكون الحالك إن شاء الله أنك نحسب من الله سبحانه وتعالى أنك رح ترافق الرسول اللهم صلي وسلم عليك هاتين والله يجمعني وإياكم بمحمد اللهم صلي وسلم عليه صلوا عليه أجماعة ويجمعنا بمن نحب في الدار الآخرة يا رب طبعاً سم سميه جديد لمن سفير ونتي تكلم بعد تفضل تكلم يسلم لا أنت تكلم حنا مقبلين على عشرة الحجة أيام حرم قال محمد الأثمان الأعتيمين الأعمال في عشرة الحجة أحب إلى الله من أعمال في عشرة أواخر حنا الظاهر بكرة ندخل العشرة فأقول لهم بادرو وقتين من الفرصة قسم بيت الله 300 ريال ولا شي نطلع فيها كوفي مطعم نغسل سيارة زيت اللي هو 300 ريال تكون برفيق للرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة اللهم صلي وسلم عليه لبوا دعوة النبي محمد اللهم صلي وسلم عليه والله يجزاك خير يا حبيبنا أعطوني دقات القلب نشوف دقات القلوب الشباب اليوم مشروب فنجالهم طيب بما أن مشروب فنجالهم وبما أنكم ما تخافون كلكم من دقات القلب أعلن على طول لا أنا أعلن توتر توتر أنت قبل شوية وش قلت؟ النقص والد الطاقة الطاقة يولد الطاقة وشي؟ النقص يولد الكثمة القوة قوة هل يعني تؤمن بالمقولة هذه؟ لا هل جميع الأشياء اللي زي كده يا سياف الحكم والمقولات اللي زي كده دائما تكون صحيحة ولا؟ المقولات ذي مطلات اللي من تجربة الله أكبر هل تجربت ما هو بكل قاعدة ولا كل حكمة ولا كل مقولة ممكن تمشي صحفها عشان كده أنا أقول ألف 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 مبروك لأنك فعلا هالمقولة ما حققتها وفاة السياف ومش لا 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 Bayez المطل بالّ buna نقص ألف Louis يتميز بالمواهف ويتحدى في المصاعف نطمح الأعلى المراتم دايما سكرم تلف وضل دايما سكرم تلف وضل دايما سكرم تلف وحسن بالنسع الليلة